السؤال بعد كده السؤال بيقول لو حد مصاب بالهم والكرب على طول ودايما بيفكر في الموت واللي هيحصل له بعد الموت والحساب وخايف ان يوم الحساب بصورة افسدت عليه دنياه وهو بيحاول يرضي ربنا دايما والحالة دي جات له بعد وفاة اعز الناس على قلبه امه ايه الحل ويعمل ايه وهل ممكن يلجأ لدكتور نفسي ولا كده يعتبر ضعف ايمان لان الشافي هو الله والمعافي هو الله استغفر الله العظيم المعنى الاخير ده معنى سلبي جدا وما يصحش عند المؤمنين انهم يقولوا كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم طب اقول لكم حاجة حضرة النبي هو اللي نروح للأطباء النفسية لان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال قال بسألة واضحة ان الله ما انزل داء الا وانزل له دواء فهو اللي امرنا ان احنا نتداوى وقال تداووا عباد الله فالتداوى دواء ان احنا نذهب لطبيب ده من امتسال اوامر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم احنا عندنا امارة بنقول ان الشخص ده انتقل من الاضطراب الى المرض النفس ايه هو ان حياته تقف ان حياته تتأثر ان حياته ما ينفعش يعيش حياته بشكل طبيعي فيه اللي يحصل على طول حضرة النبي علمنا من استطاع ان ينفع اخاه بشيء فلينفعه فالعلم ده بينفع الناس او بينفع الناس طب نعمل ايه اه نلجأ لطبيب نفسي ايه المنع اذا كانت حياتنا بتاعت توقف اه احنا محتاجين ان احنا نذهب لطبيب نفسي والحالة اللي عندنا دي حالة مشهورة معروفة اللي هي صدمة اللي هي ايه ان الاضطراب ما بعد الصدمة هو حصل له صدمة فقد اعز الناس عليه والدته فإيه اللي حاصل فحصل له هذا الاضطراب وده معروف والمفروض ان هو مع ان الحالة دي مع الاستشارة بتنتهي بسرعة والانسان بيقدر يتجاوزها وفيه ناس يتجاوزوها نعم طب خلينا اقول لك لغاية ما تروح انت للطبيب النفسي تعمل ايه لغاية ما تروح للطبيب النفسي لازم تعمل ثلاث حاجات اول حاجة والدة حضرتك الآن في نعيم والدة حضرتك الآن لازم تحسن الظن في الله كيف يسوها عاملة هي والدة حضرتك دي انا بسأل سؤال الاحب لك الاحب لك انت ان والدة حضرتك تفضل معاك وخاصة مثلا انها لو كانت مريضة فذهبت الى الله في لطفه طب والدة حضرتك تفضل هنا في ديق الدنيا ديق الدنيا يعني ايه ديق الرزق عندها رزق على قده كده وعندنا حاجات تانية كتير فإيه اللي حاصل طب هي لو هي كده انت عجبك انها تبقى في الحال ده وتبقى حزينة وتعبانة ومش قادرة وتطلب الحاجة وما تقدرش تفصل لها ولا تروح في ساحة الكريم فيكرمها ويطلطط بيها ويعطيها عطاء ما لا يخشى الفاقة ايه وعد تكون اناني وعشان كده كنت عايزة تفضل اه تقول لي والله بس الوجع وإحساسي بانها لوحدة وما ليش لي ما هو ربنا عايز يخليك تأيه تلمح مولك على ربنا وتحس بأنس الله وتحس بكرم لأن ربنا سبحانه وتعالى ما أخذ عزيزا على إنسان إلا وكشف له على أن العزيزة قد فتح له حضرته ليعزه من ذل أن يتعلق بالفاني اه ده عايز يعزك أنه تتعلق بالفاني و لذلك دي أول حاجة والدتك في نعيم حاجة تانية لازم أنت تجدد علاقتك بمولاك سبحانه وتعالى لازم تعرف أن سيدك مش عايز يؤذيك ده عايز يرقيك إيه ده يعني أخذ مني العزيز وعايز يرقيني وما اللي أنت بتقول إنه لله وإنه إليه راجعون ليه لأنت هترجع إلى ساحة مولاك ده ربنا عايز يرقيك من أن يكون فيه سبب لحبه وسبب لأنسه اللي كي تتعامل مع الله مباشرة هل ده حاجة معقولة دي ده حلوة دي حاجة التالتة بقى أن أنت لازم تعمل إيه تبعد هدايا لحبيبك وعزيز والعزيز اللي أنت فيه وتفهم إنه ما فيش إنه هو ما تحولش إلى عدم وإن فيه علاقة وفيه جسر مفتوح بينك وبينه تقدر تبعط له الهدايا وتحس بفرحته لما تبعط له الهدايا ولذلك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث منها ولد صالح وإنها دعو له إدعي لها مكتر من الدعاء هيبقى الدعاء دوت طريق وسبيل بينك وبينها إن شاء الله تحس بسعادتها ويصلك البشرة منها